والسؤال هل فعلاً أن كل وسواس بيكون جاي من أشكالية معرفية؟ الحقيقة مش لازم كل وسواس بيجي من أشكالية معرفية ممكن يكون الوسواس ده جاي من عدم معرفة يبقى التعاون مع الوسواس ده يختلف اختلاف السبب اللي جي منه الوسواس عشان نركز بقى على القضايا بتاعتنا دي في مسألة الوسواس تعالوا نقول شوية حاجات مهمة جداً جداً في الوسواس لما يجي حد عنده وسواس وسواس من ده عنا أعمل معاه حضرت النبي أشار في هذا الحديث في رواياته المتعددة إلى ثلاث أشياء أول حاجة فليستعز فلينتهي وفي رواية تانية يقول أمانت بالله بقى عنده لثلاث حاجات إنه هو يستعز الزكر فلينتهي أو يلتهي إنه هو ما يلتفت شيطانش الحاجة التالتة إنه هو إيه يفعل إيمان يقول أمانت بالله يعني يفعل إيمانه الحاجات التالتة دي لهم مهمين جداً إنه نشتغل عليهم بس أنا بحظر أي حد بيشتغل مع حد عنده وسواس ديني إنه هو يتهموا إنه دوات جاله من إيلة ديانته أو إنه هو ده حصل له بس عشان هو قليل المحبة لله لأنه ممكن يرد عليه أنا بحب ربنا بس مش بحبكم ده وخلينا أقول لكم إنه إحنا لازم نتعامل مع المسألة بشكل محترم لأن الشخص اللي واقع في إشكال معرفة حقيقي لازم نتعامل معاه بدون ضغط عليه عشان يقدر يفهمنا ويسمعنا أقول لكم حاجة فيه ناس بيحصل لهم الوسواس الديني لأنهم في الطفولة تركمت عليهم الأسئلة اللي ما تجاوبش عليها ولزيك لو سمحته لازم نجاوب على أسئلة أطفالنا وإحنا مرة استضافنا حد هنا بيتكلم على لو ابنك سألك استضافنا الأستاذة نانسي عشان نتكلم على مسألة ماذا لو ابنك سألك لو ابنك سألك ده إحنا لازم نجاوب على أسئلة الأطفال البدري أحد المشكلات اللي إحنا بننصح فيها للشخص اللي عنده وسواس إنه ويسأل أسئلته بس عايز أسئلته المين دي مسألة مهمة جدا يبقى إحنا محتاجين نجاوب على أسئلة الأطفال وما نضربش الأطفال على ظهر إيديهم لما يسألوا إحنا هنقول لهم افتحوا إيديكم واد المعرفة اللي جاياننا من عند ربنا يبقى نعمل إيه لازم نقول للشخص اللي هو عنده وسواس ديني لو سمحت لازم تلجأ لمتخصص فاهم وعالم حاجات مهمة جدا جدا عالم الأسرار بتاعت هذا الدين وعالم المقاصد بتاعت هذا الدين وعالم كمان المنطق بهذا الدين لكن إحنا قابلنا ناس زودوا إسواس الناس الديني لم قاعدوا يتكلموا يقولوا المنطق دوات فاسد فطلع الناس بيكلموا الناس بلا منطق مع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الناس إزاي نقدر الكلام ده وإزاي نتحول لدعمين ومساعدين للناس دول ما نتحولهمش إلى متهمين وإحنا قضاء عليهم في ناس عندهم عش إن شوفوا الناس زاد فيهم الإلحاد وزاد فيهم الوسواس الديني عشان بيعدوا عن ربنا في ناس مهتمين بده قوي إحنا مش مهتمين ده فبلاش نتهم الناس ونقول إن ده سبب قلة الدين لأن ده ممكن يكون كمان علامة على شدة الإيمان بتاع الشخص ده إنه هو عايز إيمانه يكون عن يقين وده اللي ممكن أن نلتمسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فسألوا إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموا أنتوا حصلوكم ده قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان يعني إيه صريح الإيمان سيدنا الإمام ناوه بيقول يعني إيه صريح الإيمان ده بيقول إن هو بيشرح الحديث بيقول قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان معناه إيه يا سيدي معناه حاجة مهمة أول إن ده محض الإيمان ومعناه استعظمكم للكلام ده هو ده صريح الإيمان فالإنسان إذا استعظم ده واشتده خوفه منه فده نوع من أنواع الدلال على إيمانه وإردته أنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى